صباح الخير طلاب الأعزاء سأشرح لكم اليوم درسا جديدا في مادة الكراءة وهذا الدرس هو النص الثاني من المحور الثالث الأعياد وتحت عنوان عيد العالمي أطلب منكم طلاب مستوى الأساسي الأول الجزء الأول أن تفتحوا الكتاب على الصفحات ما بين 96 و 100 أبدأوا مع أهداف الدرس سنتعرف إلى حرفي 20 والشين والذين هما موضوع درسنا اليوم سنقوم بقراءة ناص يطغى على معظم كلماته هذين الحرفين كما أننا سنجيب شفهيا عن أسئلة حول الناس وسنقوم أيضا بمراجعة تنوين الكفر الذي تعلمناه في درسنا الصابق نبدأ بدرسنا لليوم صفحة 96 يوم العالمي ألاحظ الرسم الآتي ثم أجيب على الأسئلة الشفهية الواردة أدنى واحد ما اسم المكان الذي يقف فيه الأولاد ما الذي دلني عليه المكان هو ساحة المدرسة والذي دلني عليه هو وجود كلمة مدرسة فوق باب المبنى 2- لماذا يرفع أحد التلاميذ العلمة يا ترى؟ يرفع أحد التلاميذ العلمة للاحتفال بعيد الاستقلال 3- في أي يوم يرفع التلاميذ العلمة اللبنانية؟ يرفع التلاميذ العلمة اللبنانية في يوم العلم في 22-22 4- ماذا ينشدون في هذا اليوم؟ ينشدون النشيد اللبنانية أو النشيد الوطنية أنتقل الآن إلى قراءة النص المسموع صفحة 97 أطلب منكم أن تستمعوا جيدا لقراءة قعد سعيد إلى الطاولة 5- وبدأ يرسم على ورقة بيضاء علم لبنان 6- ثم أحضر ألوان الشمع 7- ولون بالأحمر القسمين الأعلى والأسفل 8- وبالأخضر الأرزة رمز خلود لبنان 9- نظر سعيد إلى علمه 10- وابتسم فرحا وقال 10- سأهدي رسمي غدا إلى رشيد 10- في المدرسة ألصق رشيد العلم على مصطرة خشبية 11- وقال 12- يعيش علمي يعيش 12- اجتمع الرفقاء شادي ورشيد وسعاد 13- وأنشد الجميع نشيد لبنان 13- بعد كراءة للنص المسموع الوارد في هذه الصفحة 14- أطرح الأسئلة الشفهية الآتية ثم أجيب عنها 14- واحد 15- ماذا رسم سعيد؟ 15- رسم سعيد علم لبنان 16- ما ألوان العلم؟ 16- ألوان العلم هي الأحمر، الأبيض والأخضر 17- ثلاثة إلى من أهداه؟ 18- أهداه إلى رشيد 19- أربعة 19- ماذا فعل رشيد بالعلم؟ 20- ألصق رشيد العلم على مصطرة خشبية 20- خمسة من أنشد نشيد لبنان؟ 21- اجتمع الرفقاء شادي ورشيد وسعاد 21- وأنشدوا نشيد لبنان 21- صفحة 97 أكتشف 21- أدل على الكلمات التي أسمع فيها سين أو شين 22- مشت 22- ساعة 23- رسم 23- منشفة 24- شجرة 24- سماء 24- كما نلاحظ أن جميع هذه الكلمات قد ورد فيها حرف سين أم حرف الشين صفحة 98 22 ألاحظ الصوت الملون بالأحمر وأكرأ الكلمة سعيد ابتسم جلس شمع أنشد 22- يعيش 22- يعيش 22- تعيش أتعرف إلى الحرفين سين وشين صفحة 98 23- سا 24- تا 23- شا 24- شا 25- شا 25- شا 25- شو 26- شو 26- سو 26- طو 27- شو 27- شو 26- شو 27- شو 27- شو 27- شو 27- شو أربعة، أميز الصوت القصير من الصوت الطويل في الكلمات رسامة، تالم، سلم، سوسو، شتاء، رشيد صفحة 99 خمسة، أحدد الكلمة الدخيلة في كل مجموعة سأقرأ لكم المجموعة الأولى نشير، نسير، رشيد، نشيد الكلمة الدخيلة في هذه المجموعة هي نسير لأنها تحمل الصوت الطويل سي أما الكلمات الباقية فهي تحمل الصوت الطويل شي المجموعة الثانية شموع، سمع، سمح، سد الكلمة الدخيلة هنا هي شموع لأنها تحمل الصوت القصير ش أما الكلمات الباقية فهي تحمل الصوت القصير س المجموعة الثالثة شاهد شارع سامع شارب الكلمة الدخيلة في المجموعة الثالثة هي ثامع لأنها تحمل الصوت الطويل سا أما الكلمات الباقية فهي تحمل الصوت الطويل شا أنتقل الآن إلى كراءة النص سفحة تسعة وتسين والذي يطغى على معظم كلماته حرفي سين والشين يوم العلم رسام تعيد علم لبنان وأهداه إلى رشيد ألصق رشيد العلم على مصطرة خشبية وقال يعيش علمي يعيش أنشد شادي ورشيد وسعاد نشيد لبنان أفهم وأجيب شفهيا صفحة 100 واحد ماذا رسم سعيد وإلى من أهدى الرسم رسم سعيد علم لبنان وأهداه إلى رشيد اثنين أين ألصق رشيد العلم وماذا قال ألصق رشيد العلم على مصطرة خشبية وقال يعيش علمي يعيش ثلاثة ماذا أنشد شادي ورشيد وسعاد أنشد شادي ورشيد وسعاد نشيد لبنان أكتسبوا واحد أقرأ منتبها لتنوين الكسر إن رسم شادي على ورقة صغيرة لون العلم بألوان زاهية ألصق العلم على مصطرة خشبية اثنين أقرأ الأصوات وأحذر الكلمة عليكم هنا أن تحذروا الكلمات وتكتبونها ثلاثة أعطي كلمة تبدأ بحرف الشين وكلمة تبدأ بحرف السين أربعة أعطي كلمة فيها الصوت الطويل سا أرجو منكم الإجابة على الكتاب على الأرقام اثنين ثلاثة وأربعة المطلوب تنفيذه في البايد بعد مشاهدتكم لهذا الفيديو واحد كراءة نص يوم العلم كراءة سليمة عدة مرات صفحة تسعة وتسعين والإجابة عن الأسئلة الشفاهية حول النص صفحة مية اثنين نسخ هذا النص على دفتر النسخ مرة واحدة ثلاثة حل الأسئلة المطلوبة على الكتاب صفحة مية وفي الختام أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء